موسيقى السلام عليكم أصدقائي الغالين كل مشتاقة لكم ومشتاقة أكون معكم وأرافكم في رحلة جديدة من برنامج هذا خلق الله اليوم سأحذركم حذورة إلى وين نحن رايحين وينكم إذا حذرتوا رح نروح المكان واسع كلش واسع وبالنهار يكون كلش حار وجاف وبالليل يكون كلش بارد عرفتوا؟ اليوم رح نروح إلى الصحراء بكيد هستتقولون شنو الصحراء لا أشجار لا نهار لا حيوانات لا بيها حيوانات اليوم احنا ويانا جمل حيوان الجمل والجمع ما الكلمة جمل هي جمال أو إبل الجمل حيوان كلش حباب وما يأذي وشكله حلو أنا برأيي شكله كلش حلو وأني متأكدة ستقولون شنو الجمل حلو لسمه شبير وشفايفة كبار وعندها حدبة بس هسا أشوفكم شلون خلقه حلو وعظيم أصلا الجمل يعتبر من معجزات الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت صدق الله العلي العظيم يعني شنو يعني لازم نفهم ونعرف حياة الجمل مو بس نقول الله شكت حلو عندها حدبة تدرون بالبسكويت اللي على شكل حيوانات آني أبقى أدور عليه شكل الجمل وأفلهم كلهم بس ما أقتنع إلا أكل بسكويتة اللي على شكل جمل هسا وين رح نرور تعالوا إياي خلي نصعد على حدبة الجمل يعني السنام ويأخذنا في رحلة إلى جسمه أولا يلا بسم الله الرحمن الرحيم الجمل عدة قدرة على أنه يتحمل ظروف الصحراء القاسية جدا يعني الحيوان غير الجمل كان مات ليش لأنه يصير مسافات طويلة طويلة جدا بدون اللي يتعب ولا ينظر أي شي ليش لأنه الجمل عنده سنام أو سنامين حسب أكو جمال عندها سنام واحد وأكو جمال عندها سنامين ويعتبر هذا السنام هو مخزن للدهون والغذاء تدرون كم كيلو دهون يقدر يخزن ستة وثلاثين كيلو وما يحتاج لا أكل ولا ماء يأخذ من الأكل والدهون اللي مخزونه بالسنام اللي موجود على ظهره يعني من الحدبة مالته على شكل طاقة وماء وما يشعر بالجوع مثلنا من نجوع فترة طويلة نتعب ونحس بالأرهاب من الجمل القدرة على تكليف درجة حرارة جسمه ليلا ونهارا مع درجة حرارة الصحراء يعني عنده سبلة داخل جسمه بالصيف يكون بردان وبالشتة يكون دفيان لذلك نشوفه ما يتعرق إلا القلية لذلك يكون قادر على أن يخزن الماء في جسمه حتى مهما ارتفعت درجات الحرارة ما يعطش ولا يتعب مثل باقي الحيوانات أصدقائي الجهاز الهضمي للجمل جهاز قوي جدا ليش؟ لأنه يعمل بكل الظروف الصعبة بالصحراء يعني عنده أمعاء تهضم النباتات التي تكون جافة وبها أشواك والشفات مالتي تكون قشنة وعنده فم كبير جدا يخليه يقدر يأكل نباتات الصحراء الشوكية تخيلوا نباتات الصحراء الشوكية هو يقدر يهضمها ويأكلها قوي هذا الجهاز الهضمي هس تقولون زين جلده للجمل ما يحترق من حرارة الرمال خوش سؤال للجمل الغطاء السميك يعمل على انعكاس أشعة الشمس للحرارة ويعمل أيضا على حمايته من الحرارة المنبعثة من رمال الصحراء الحارة وأيضا رجليه الطويلة تساعده على إبعاد جسده عن الرمال الحارة مو بس هاي لا ويحمي هذا الجلد السميك الجمل من لسعات الحشرات أكو حشرات هناك؟ إيه أصدقائي أكو حياية وأكو جراد إذا لسعوا الجمل ما رح يتأذى وهس أصدقائي الحلوين نفاصل ونرجع وياكم على مود نشوف شلون يتحرك الجمل في الصحراء مرجعنا وياكم أصدقائي أنتو بعدكم وياي تتجولون على سنام الجمل لو نزلتو لا 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 تنزلون ابقوا وياي على ظهر سفينة الصحراء آهو أنا كشفت لكم المفاجئة اللي جende clubتها إلكم يلا يا مايخالف ترى الجمل يسمو سفينة الصحراء زين هاي السفينة بدغور بالنور هاي أنا أقول لكم ليش ما يغور الجمل بنور الصحراء لأن أقدامه تكون عريضة وتسمى خف أصدقائي رجلا العريضة يسموها خف تساعد على التنقل بين الرمال الناعمة بخفة ورشاقة بدون أن ترغز أقدامه فيها وما يشعر بالتعب وأيضاً أصدقائي نسيت أقول لكم الجمل عنده رموش هالطوله رموشه كلش طويله زليش لحماية العينين من العواصف الترابية وأيضاً عداء ذن طويلة وأنف يغلقه بقوة وحواجب الجمل تكون جداً سميكة وأيضاً تحمي عيونه من دخول الرمال فيها فلا يتأذى الجمل برمال الصحراء الجمل هو ضد الحرارة وضد البرد وضد العواصف الترابية ما شاء الله أما أصدقائي حليب أنث الجمل أنث الجمل تسمى الناقي مفيد جداً للكبار وللأطفال ليش؟ لأنه يحتوي على نسبة فيتامينات كبيرة تقوي مناعة الإنسان وما تخليه يتمرض سبحان الله في الناس اللي تعيش بالصحراء ما تقدر تحصل عليه الخضار والفواكه لأنهم عايشين بالصحراء ما يقدرون يزرعون فالله سبحانه وتعالى استبدأ لهم حليب النوق وهو جمع ناقي بعد تريدون أصدقائي أخذتوا لكم فرم عدلة في سفينة الصحراء الجمل وشربتوا حليب هس نودعكم على أمل أن نلتقيكم في رحلة جديدة ومفيدة من هذا خلق الله أصدقائي لا تقوم بالصحراء رجعوا للبيت لأن الصحراء بالنهار تكون كلش حارة وبالليل تكون كلش باردة يلا أصدقائي في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة